الموقف العجيب الذي رواه أليس سير عن ربعي بن عامر عن ربعي بن عامر ما حدث منه حين طلب في الحرب طبعا كانت مع فارس وكان قائد الفرس رسطم وقائد المسلمين سعد بن أبي وقاص طلب رسطم بعض المفاوضين الذين يفاوضونه فلما طلب ذلك أرسل لهم سعد رضي الله عنه رسطم ورسطم يعتبر من البدو وليس عنده الحضارة اللي كانت موجودة معذرة أرسل له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ربعي بن عامر وربعي رضي الله عنه كان من البدو ليس عنده الحضارة الموجودة عند رسطم وما إلى غير ذلك لكن عنده عزة الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى طاعة الله سبحانه وتعالى لإقبال على الله عز وجل الاتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرب قول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني هو تابع للرسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعلم دينه وينشر دين الله على بصيرة ويدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى وعنده عزة في التمسك بدين الله ولذلك تجد العجب في رضه والعزة الموجودة عنده التي افتقدها كثير من هؤلاء الذين انهزموا نفسيا سيما لمن يعيشوا في غير بلاد المسلمين من المسلمين أو ممن تشربوا المعصية وانهزموا بسبب معاصيهم وإن كانوا يعيشون في بلاد المسلمين أو ما إلى غير ذلك فالشائد أيها الكرام العزة بسبب طاعته لله عز وجل قال له رسط ما الذي جاء بكم تغييننا ليه فقال ربعي الله ابتعثنا الله أكبر الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام الله ابتعثنا يستشعر أنه مبتعث من عند الله عز وجل لينشر السلام في ربوع الدنيا لينشر الخير والتوحيد والإيمان والإجلال والإعظام والإكبار لله سبحانه وتعالى ليعلم الناس أن يبتعدوا عن الشرك ويوحد الواحد سبحانه وتعالى يعلم الناس أهد الإيمان يعلم الناس الإنقياد إلى الله الاستسلام إلى الله الزهد في هذه الحياة الدنيا وأن الآخرة خير وأبقى وأن ما عند الله باق وأن ما عندنا ينفذ وما عند الله باق ويعلمونهم الإخلاص لله عز وجل والصدق في التعامل مع الله عز وجل والإحسان إلى الخلق في السلم وفي الحرب حتى في حال الحرب هناك أخلاق سامية للإسلام لا يعرفه أعداء الله لا يعرفه أعداء الله الذين يعيثون في الأرض فسادة أما أهل الإيمان عندهم أخلاق لا يقتلون شيخا ولا طفلا ولا امرأة ولا من ليس له حال في الحرب وإذا أصروا أكرموا الأصر عندهم أخلاق علمها إياهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتلون من ليس له علاقة بالحرب ولا يستأثدون على الضعفاء ولا على الأطفال ولا على النساء إنما حالهم مع المحاربين وإذا أبدى الناس السلم قبل منهم ذلك بفضل الله سبحانه وإذا أبدوا الصلحة والمعاهدات وافقوا بفضل الله سبحانه وتعالى على وفق ما يتراء لإمام المسلمين وهكذا علموا الناس الدنيا الأخلاق السامية في الحرب حتى مع الأعداء ولا يجرم أنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للطقوة فعدل حتى مع أعداء الله سبحانه وتعالى دين عظيم أتى بما ينفع الناس في دنياهم وفي أخراهم في تعاملاتهم صدق ووفاء في التعامل مع المسالم ومع المحارب إذا أبدى عدم خيانة حتى إذا كنا مع قوم في عهد واستشعرنا منهم الخيانة لا نخون سرا لا نخونهم وإنما نعلن ونقول أنتم تبدوا منكم آثار الخيانة نبزنا ذلك العهد لأنكم لأنكم فعلتم ذلك كما قال الله سبحانه وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء مش تقول أسلوهم بدا منهم أمرات الخيانة أنها خنهم في السر لا دا مش عندنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر